صباح الخير عن جديد مشاهدينا تعودنا دايما ضمن صباحنا نسلط الضوء على مشاريع واعدة للشباب الجامعي السوري وندعم أفكار جديدة والمميزة من خلال مشاريع عم يطبقوها على أرض الواقع وتساهم بشكل كتير كبير بتحقيق الفائدة بالعديد من المجالات ولسيما اليوم مجالنا بالهندسة المعلوماتية صحيح يا هادي ومشروعنا اليوم عن أمن الموقع الإلكتروني وخصوصية المستخدمين ومعلوماتهم أيضا وحمايته مثل كلمات المرور والبيانات المالية وبالإضافة لحماية الموقع نفسه من الهجمات الإلكترونية اللي بتأدي لتعطيده أو إطلاف الملفات الموجودة فيه ومحتوياته أيضا اليوم رح نطرف على كتير من التفاصيل بخصوص أيضا الموضوع مع الشاب وهو خريج كليات الهندسة المعلوماتية حيدر باسمنا صباح صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير حيدر أهلا وسهلا فيك عم نحكي عن موضوع كتير مهم بداية خلينا نخبر المشاهدين عن فكرة المشروع يلي بتتركز بشكل أساسي وكبير على مصطلح الترميز الآمن بسياق المواقع الإلكترونية خلينا نوضح للمشاهدين شو نقصد فيه دوح مبدئيا صباح الخير جميع أهلا وسهلا الترميز الآمن أو بالإنجليز السيكور كودينج هو يباره عن مجموعة براكتسينج أو تمارين أو ممارسات يقوم فيها أي شخص كودر أو بروغرامر بشكل عام لحتى يحقق أقلها بيسيك لاير من السيكوريتي ضمن الموقع تبعه لأنه مثل ما نعرف أي موقع غير مؤمن كسيكوريتي بشكل عام ما سيكون صالح أبدا أنه يكون ينتشر على الإنترنت أو يكون أو ينشر على الإنترنت بشكل عام لأنه أكيد سيتعرض لمحاولات الاختراق واسعة فالسيكور كودينج بشكل عام هو يباره عن مجموعة مثل ما حكينا مجموعة مبارسات بتتم أثناء البرمجة لحتى نحقق بيسيك لاير أو طبقة أساسية من السيكوريتي بشكل عام حيدر أنت ذكرت بمشروعك وركزت على أهم عشر نقاط ضعاف موجودة بمواقع الويب اليوم واللي كتير من المهاجمين عم يخترقوها وعم يستغلوها ويمكن بتسهل عليهم قصات الاختراق خلينا نشرح أكتر عن الموضوع كيف بتتم استخدامها أو إذا بدنا نعديل عليها حالا فيما يتعلق بأمان مواقع الويب في عنا شركة اسمها أواسب أواسب هي شركة متخصصة بأمان مواقع الويب والموبايل أبليكيشنز بشكل عام كل سنتين أو ثلاثة سنين بتأطلق مجموعة معايير تحت اسم أواسب دوكتين هي عبارة عن العشر صغرات الأكسر شيوعا حول العالم واللي بتتم باختراق واللي بتتم المخترقين من خلاله أنه يخترقوا مواقع الويب طبعا أنا ركزت ضمن مشروعي على فكرة الويب على فكرة الويب أبليكيشن سيكوريتي الويب أبليكيشن سيكوريتي طبعا في شيتس تانية بتنشر واللي هي تحت عنوان موبايل أبليكيشن أو سيرفاسيس أو إلى آخر فالوستوب 10 ويب أبليكيشن فهي مجموعة معايير بتركز على أمن مواقع الويب فبتركز على أهم عشر معايير من أهمها إسكوري إنجيكشن، بروكن أكسس كنترول، سيكوريتي مس كونفغيريشن، ايدنتفيكيشن اندونيكيشن فيلير شو اللي نوع اللي استخدمته اليوم ضمن مشروعك حذر؟ نوع الموقع؟ هلأ موقع الأساسي كان هو موقع تجارة الكترونية لأنه مثل ما بنعرف نحن غالب الشركات هلأ حاليا نتوجه لمسارات تجارية أو الهيمن الاقتصادية حاليا هي للشركات التجارية فأكيد الشركات الناشئة رح تحتاج إلى مواقع ويب خاصة فيها وبحكم أن الشركة ناشئة ما حيكون عندها ميزاني الكافي لحتى تعين فريق محترف لحتى يصمم لموقع الويب في حال عينة فريق غر نوعا ما فأكيد ما حيكون في هالأمان العالي ضمن الكود أو السيكيور أو الكودينج بشكل عام ففكرة أن السيكيور كودينج هي برعا تنويه على معايير لازم الشخص يحققها ضمن الكودينج تبعه لحتى يكون تحقق طبقة أمان خفيفة لأنه مثل ما حكينا الشركة ناشئة ما حيكون عندها الاقتصاد الكافي لحتى تعين شركة كاملة متخصصة في مجال الأمن فبتلجأ للمصممين اللي عندها لحتى يأمنوا الموقع تبعهم لو بشي بسيط طيب حيدر خلينا نحكي أكتر يعني اليوم هذا الموضوع يمكن يغفل عنه كثير من الأشخاص وهو بنفس الوقت كثير مهم ولا يمكن تطادي عنه يعني إذا بدي أسألك عن سبب اختيارك لهذا الموضوع يمكن كون شوي ظالمتك فخلينا نحكي عن أهميته يعني شو بيفيدنا نحنا اليوم لحتى نوضح حي النقاط بحياتنا التكنولوجيا هلا مبدئيا فيما يتعلق بموضوع سبب الاختيار هلا عالميا تتزايد الحاجة بشكل مفرط إلى الأمن السيبراني وخصوصي هلا حاليا مع ظهور ثورة الزكاء الاصطناعي وفي كتير شركات عم تتجه لبناء روبوتات وإلى آخرين فأنه الأمن السيبراني صرنا بحاجة إليه لأنه طبعا طالما ظهر شي جديد فأكيد حيث ظهر مخترقين لح تيخترقوه فهذا توبيك صغير فيما يتعلق بموضوع الأمن السيبراني أما ليش اخترت أنا مشروعي كويب أبليكيشن سيكوريتي بشكل عام؟ لأنه بشكل عام دائما المواقع كل يوم بشكل متجدد عم تأرض للاختراف كيف منقدر نستفيد منه إحنا بالحياة التكنولوجية؟ كيف منقدر نستفيد منه يعني أمن موقع يعني على كل بساطة إني أمن موقع أنا لما أعمل موقع لأي موقع لأي موقع لبنك أو لمتجر الكتروني مثل ما أسلفت صحيح ما فيني إنشروع النت وهو بدون أي حماية لأنه في حال تعرض للاختراف كلمات السر تبع مستخدميني حتنسرق وفي حال كان عندهم أرصدي مالية ضمن متجري كمان حتنسرق فأنه حتنسرق لتلف كبير كبير تمام حيدر لما بنحكي عن مشروع التخرج لابد أنه نذكر أهمية التنسيق اليوم مع المشرف على الخطوات على تحضير هذا المشروع خبرنا أكتر كيف نسقت إنزو المشرف تبعك عن هذا الموضوع؟ شو هي الخطوات اللي اتخذتوه اليوم لحتى توصلتوا لنتيجة أخيرة؟ دائما أحب وجه تحييلة مشرفي الدكتور المهندس أمجة حجازي الدكتور صراحة أنا تخصصي الجامعي هو برمجيات فبداية قبل مشروع التخرج ما كان عندي أي فكرة عن السيكوريتي بشكل عام ولكن أنا خطرت التوبيك لأني أحب هذا التوبيك بشكل عام فهو الأمان يساعدني أملي المصادر التعليمية المتوفرة بشتى الوسائل وكان فيه تنسيق كلما نسكر صغراء نرجع الرجعة سويا نرجع نتقل علي بعدها ولما نخلص نبدأ نتوكومنتيشن كامل للتقرير فبالتالي صار عنا تقرير كامل بجميع الصغرات اللي تم علاجها للموقع الخاص حالي أنت مختار موضوع السيكوريتي كثير حساس ممكن واجهتك كثير فينا نقول عقبات ومصاعب ولا شوي قليلا نحكي عنه وعن أهم وكيف تخطيطها حاليا مبدأيا فيما يتعلق بالعقبات التعليمية السيكوريتي هو من أكتر مجالات المعلوماتية التي تفتقر إلى المحتوى المجاني على الإنترنت وانتما نعرف هم بالبلد ما عنا أي وسائل دفع الكترونية خارجية لحتى الواحد يشتري كورسات غير أساسا الوضع الاقتصادي الصعب يعني بغض نظر عن انعدام فرص الدفع طب التالي كان الاعتماد على المصادر المجاني واللي هي الأكاديميات اللي بتكون على الويب والمقاطع اليوتيوب والبليليست اللي على اليوتيوب فكرة قلة المصادر كانت صعبة بشكل لأنه بحكم أنه هلا نحن بالعصر الحديث غالي بالعالم صارت تتوجه لليوتيوب كمصدر تعليمي أساسي أنا طريعت أرجع للوسيلة القديمة واللي هي الكتب والمقالات والأوراق البحسية لأنه كان كتير كتير صعب أنه الواحد يحصل معلومات كتير من حلال الانترنت أو المحتوى المرئي فطرينا نرجع للمقالات هاي شغلة تانية بحكم أنه سيكوريتي فبدينا نعمل تستينج أكيد على الموقع أو على أي مواقع أخرى فبالتالي كلمة تستينج لسيكوريتي فبدي أطرق أهجم فبدي أصير هاكر أو كلمة هاكر كبيرة شوية يعني فأنه بدي حاول أني أخترق أو لحتى أتعلم أو لحتى أشوف الموضوع كيف بيشتغل ومثل ما نعرف القيود الأمنية عنهم بالبلد واسعة جدا في هذا الموضوع فكان عملية التعلم صعبة جدا للأمانة يعني ما كانت أبدا شي سهل سواء من قلة المصادر أو من الظروف المحيطة دم عم حيدر خلينا ندخل تفاصيل أكثر بالموقع اليوم أمان الموقع الإلكتروني إذا فيك تعطينا مثال اليوم عن كيفية تعرض موقع الويبل للاختراق أو الابتزاز أو أي شي اليوم في حال إحنا ما تتابعنا ممارسات الترميز الآمن شو ممكن يصير معنا خبرنا أوكي مبدئيا من أحد أشهر الصغرات حول العالم فيما يتعلق بالترميز الآمن والتي هي صغرة تسمى بـ SQL injection أو بالعربي حق الـ SQL الـ SQL مثل ما نعرف هي لغة لغة تعنى بالداتابيس ببناء الداتابيس والتعامل معها بشكل عام الفكرة كيف في حال كان الموقع غير مؤمن فيما يتعلق بمربعات الإدخال مثلا أنا عندي صفحة تسجيل دخول login username و password فإذا هاي المربعات أنا بالـ backend ما نعاملها validation بما فيه الكفاية فأنا حيكون هذا المربع عندي vulnerable أو ضعيف تجاه هاي الصغرات كيف يتم هاي الصغرات؟ بدل ما بخانة الـ username أنا حط اسمي مثلا هيدر وكلمة السر أي شي أنا بروح بحط تعليمة SQL جوا خانة الـ username طبعا بعترض الكود المكتوب بـ double quotation أو حسب لغة البرمجة بعترضه وبحط الكود تبعي وكمل تنفيذ الكود أو بكمل اعتراض الكود فالفكرة أنه أنا لما بدل الـ username حقنط تعليمة SQL مثلا من شأنه أنه تحزف لي قاعدة البيانات على سبيل المسال فالكود يلي حيمشي حيمشي كتا لأنه هو عم يمشي كموقع طبيعي لما يجي لحتى يقرأ الـ username حيقرأ تعليمة SQL فبدل ما يخزن الـ username تبعي حينفس تعليمة SQL اللي مثلا على سبيل المثال فيها احزف الـ database فأنا هون كل شي عندي منتجات مخازن مستخدمين كلمات سر أرصيد ماليك كلها تنحزفت فأنا صار عندي دمار شبه كل للموقع طيب حيدر بالنسبة لمعلومات مشخصية واللي بتكون وقت جدا حساسة هي معلومات شخصية يعني غير قابلة لأي اختراق أو لأي شيء أيها هيكر أنه ممكن يتعرض لإلاء خلينا نحكي هيك شوي كيف ممكن نحنا نكون محصنين هاي المعلومات أكتر بالنسبة لإستخدام تشفير البيانات كمان بتأمين هاي المعلومات كيف ممكن نحنا نعملها؟ طبعا كمبرمج أنا كيف بدي أمن بيانات عملائي مثل ما أسلفت أنا مشروعي كان عبارة عن موقع تجارة إلكترونية فأنا شو هي المعلومات الحساسية اللي ممكن أنه الشخص يأدخلها عندي بالموقع اللي هي الإيميل مثلا العنوان الأدرس أكيد طبعا معلومات البطاقة المالية هاي أكيد وكلمة سر الحساب هاي شي بديه الفكرة كيف أنا لما بدي أجي أدخل هاي المعلومات أنا أدخلتها فهي حتروح تتخزن عندي بالداتابيس ففي حال المخترق قدر صار عنده وصولي للداتابيس وصل فجميع المعلومات هتظهر عنده بشكل كامل فحيقدر يمسك أي حساب فوت يعمل اللي بده إياه يعمل اللي بده إياه وعمليا هو يتحكم الداتابيس كاملة عندي أنا حتى أحمي من هذا الموضوع مشروعي مبني على البيور بي أتش بي لغة بي أتش بي خام ما استعملت فيه أبدا أي إطار عمل في خوارزمية تشفير ضمن البي أتش بي تسمى بي خوارزمية البي كريبت هذه الخوارزمية تعمل على تشفير مع إضافة قيم ملحية وشغلات تقنية جدا الفكرة كيف أنه أنا شفرت هذه الأمور ضمن الدياتابيس ففي حال حتى لو قدر المخترق أنه يستحوز على الدياتابيس تبعي ما هيقدر أبدا يفهم شو المحتويات لأنه حطت لعنده مجموعة رموز غريبة وحتى لو حاول يحط على آليات أو خوارزميات فك تشفير ما هيقدر لأنه هيكون التشفير معقد جدا بحكم وجود قيم ملحية تمام خلينا نحكي عن دورات التدريبية اليوم بتلاقي نسبة من الشباب الجامعي خلال فترة الدراسة برجاءوا لخوض عديد من الدورات التدريبية إن كانت عن اللغات لتقوية اللغة أو حتى كمان بمجال تخصصنا اليوم حيدر خبرنا أنت بالنسبة إلك سجلت دورات تدريبية خلال مسيرتك الدراسية كيف لو كانت فعلا قادر أنك تأمم مصادرك بطريقة صحيحة طبعا مثل ما أسلفنا موضوع في قلة الموارد وموضوع أنه جانب السيكوريتي بالبلد عنها تقريبا شبه ضعيف أو شبه مختفي نوعا ما فالفكرة أكيد ما حيلتقى أبدا أي دورات تعليمية غير هيك أنا أساسا ما سجل الدورات طبعا مشروعي كان بينقسم لشقين السيكوريتي أو الويب سيكوريتي والويب ديفلتمنت بشكل عام تطوير مواقع الويب تطوير مواقع الويب مليان بلايليست على اليوتيوب كثير فانو مسكنا بلايليست درسناها فتعلمنا أساسيات تطوير الويب فلما إنشأنا الموقع يجينا هلا بدنا نأمنه فمنين بدنا نأمن مصادر بلايليست على اليوتيوب في كمان كثير أكاديميات مجانية على الإنترنت موقع بورت سويجر موقع واسطوب تين أكيد موقع واسط الإنترنت هو أكاديمية يعطى بشهادة كمان وأكيد كورسيرا يعني بيقدم دورات مجانية كمان حصلنا دورات على موقع كورسيرا إنما دورات هون ضمن البلد صعبة ما كان في أبدا خلينا هكذا ننتقل شوي لمالكين مواقع الإلكترونية يلي بيحطوا باسورد وبيعملوا سكوريتي كتير عالي وبيفكروا حالا أنه خلص هنون حساباتهم متأمنة وممكن أن تتعرض لأي اختراق كيف ممكن هنون يتأكدون وانا خلص حسابي محمي من أي اختراق ممكن يصير طبعا فيما يتعلق سواء مالكي المواقع أو مستخدمين عاديين أو حتى المشرفين على المواقع هذول كلا تم خزانين دولة داتا بيس وحدة فالتالي داتا بيس ما بتميز إذا هذا مالك موقع ولا هذا مستخدم عادي نعمليا هو كل حساب نهاية الطريق هذا حساب بغض نظر إذا أنا ضمن داتا بيس محدد له الرول تبعه إذا هو آدمين ولا كستو مار ولا أولار مثلا بغض نظر عن هذا الموضوع كله داتا بيس عنده هذا الحساب وهي كلمة سره فقط فبالتالي إذا بدي أمن على مالك الموقع كمان أنا لازم أمن على المستخدمين يعني هي مجرد تأمين عام للداتا بيس كيف يتأكد المالك من هذا الموضوع طبعا الفريق يلي عم يشتغل لسيكوريتي طبع الموقع هو نفسه حي أجري عمليات اختراق أخلاقية على الموقع لحتى يتأكد من جاهزيته أو فعاليته في حال حصول أي نوع من أنواع الاختراقات الفكرة كيف بده يتم بهذا الموضوع في عدة إجراءات في منها الملاحظة البصرية للكود في منها أدوات مؤتمته مثل أنا بمشروعي استعملت مشروع أدتين أواسب زاب وبربسود ببربسود برنامج يعترض الإشارة وفيني يغير قيمة بعد الأطراض وأرجع أرسلها مرة تانية لشوف كيف رح يتفاعل السيرفر مع هذا الموضوع وأواسب زاب هو عبارة عن برنامج بيقوم باوتوماتيك أناليسيس تحليل تلقائي للبيانات أو للموقع بشكل عام ويكشف لي وين في صغرات طبعا أكيد الأوتومات التول مانو بجودة الملاحظة البشرية هل لكي المواقع لازم ينزلوا هدون الابليكاشن مشان يتأكدوا من الحماية ولا بس أنت استخدمتها هلأ أواسب زاب هو التطبيق الأكثر شيوعا في الفحص التلقائي للبرامج أو للمواقع الويب في برامج تانية كثير كثير كمان بس الفكرة أنه مثل ما حكينا هو البرنامج الأكثر شيوعا لأنه بما أنه مشروعي أنا معتمد على معايير أواسب العشرة فهذا البرنامج مقدم منهم فأكيد هو حيراعي هاي الظروف أو هاي النقاط أكثر من النقاط التانية تمام خليني نحكي عن نقطة تانية عن الأهمية الأساسية اليوم لتقييم المخاطر الأمنية بشكل دوري ومستمر وكيف ممكن استخدام الاختبارات الأمنية الآلية بتحسين أمان الموقع؟ تمام فيما يتعلق بالاختبارات الآلية أو بالمخاطر تقييم أمان المخاطر أو أهمية تقييم المخاطر فكرة أنه هاي أهمية جدا عالية لأنه مثل ما حكينا بالبداية أنه أنا إذا بدي أعمل موقع مثلا أنا عندي شركة ناشئة في مجال التجارة الإكترونية فأنا كي بدي أعمل له موقع وإنشره على الانتميت لحتى تصير العالم تفوت وتشتري وتبيع من عليه الفكرة أنه إذا أنا ما أنا مأمن هذا الموقع ضد أقل لها أكثر خمس هجمات شيوعا فبالتالي أي شخص حديث التعلم ومتعلم هاي الصغرات الشائعة حيقدر يختنطني يعني وأنا كمالك موقع ما بدي هذا الشي يصير أبدا فبالتالي أهمية الأمان هي تعتبر أنا بالنسبة إلي تعتبرها هي المرحلة الأساسية والأخيرة لتقفيل المشروع وتجهيزه للنشر على الإنترنت أنا إذا مشروعي ما أنا مأمن كسيكوريتي ما بخاطر أن ينشره على الإنترنت وخاطر بمعلوماتي ومعلومات المواصلة طيب حيدر اليوم لكل المطورين الجدود يلي يعني يسروا لحتى يكون ضمان أمان للتطبيقات عندهم كثير بكوليتي عالي شو هي أهم الركائز اللي لازم يرتكزوا علي والأساسيات اللي لازم تكون موجودة لحتى يضمنوا أمان تطبيقاتهم طبعا مبدئيا ضمن البلد هون في كتير أشخاص عم يتوجهوا لمجال البرمجة وحتى أنه عم يكونوا من خارج تخصصات الـ IT أو خارج تخصصات الحاسوب كونهي كفريلانس عم تأمن جدا مدخول عالي الفكرة أنه هذول الأشخاص اللي من خارج التخصص عم يفتقروا إلى المعرفة العامة فيما يتعلق بالسكور كودي فلما عم يخلصوا إنشاء البروجيكتات المطلوبة منه ويسلموها عم تكون نسبة السيكوريتي فيها شبه معدومة الفكرة أنه معروف في عملية تطوير البرمجيات عامة تكلفة الصيانة أعلى من تكلفة التطوير أنا لما بدي أنشئ شي جديد ماشي أنا حاطله ميزانية خلص عملتها فلما تتم المشروع وينتهي وبيدي يجي أعمله الصيانة فحتكلف الموضوع أكتر من تكلفة التطوير فأنا كشخص حديث التعلم بهذا المجال سواء تطوير ويب أو تطوير موبايل أبليكيشنز أنا بحبس جدا أنه يراعي مع عملية تعلم ولتطوير المواقع أو التطبيقات يراعي عملية تعلم المخاطر الأمنية الشائعة أو يكون على أقلها على دراية فيها لأنه أكيد لما يخلص منتوجه ويكون يفتقر إلى السيكوريتي الشركة اللي طالب المشروع منه حتتكلف بزيارة بعمليات الصيانة خلينا نحكي عن أهمية التحديثات الأمنية للبرامج والمكتبات المستخدمة اليوم بالموقع الإلكتروني شو بتخبرنا أكتر عن الموضوع؟ شو إجباري التحديث لازم يكون دائما بشكل دوري كلا أداء يعني مثلا نازم إحنا نطلق التخصص السيكوريتي عامة أو فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني هو مجال بتجدد يمكن يوميا أو حتى ساعيا مو يوميا كمون فكرة أهمية التحديث هذا شي ضروري جدا لأنه في كتير مكاتب على سبيل المثال أنا عندي مكتب جوة مشروعي بعد فترة اكتشفوا صغرة بهاي المكتبة ففي حال كان أنا مشروعي مؤمن من كل النواحي ولكن المكتبي اللي مضمن ضمن مشروعي فيها صغرة فالمخترق حيقدر من خلال المكتب اللي أنا ما لدي علاقة فيها ينفد على مشروعي ويخترطني معاني أنا مؤمن حالي مني حكي فأنا بحاجة التحديث الدوري ودائما إزالة المكاتب طيب حيدر هيك ولو بآخر دايتنا من الوقت خلينا هيك نعرف بما أنه أنت خريج كلي التهندسة المعلوماتية وعم تدرب كتير من الطلاب هلأ وعم تعلمهم إشياء جديدة في شي خطات مستقبلية هلأ معاوي أنه تتجه باتجاهها يعني بخصوص طموحك بخصوص التطور حتى من معلوماتك على وغلا فيما يتعلق فيني أنا حاليا الخطط المستقبلية أنه على علي خدمة إلزامية فحقلص خدمة إلزامية وغالبا بعد السافر ممكن أنيكمل بمجال السابر سيكوريتي كريد أو بلو تيم غالبا بلو تيم كونه مشروعي سيكوريتي أو ممكن روحها الغلو تيم وصير باونتي هانتر الباونتي هانتر هو يعني بالعربي يقول له صياد جوائز أو هو شخص يقوم بعمليات اختراق أخلاقية على مواقع رسمية وبيكتشف فيها صغرات وبيخبر هاي الشركات عن هاي الصغرات لحتى تقوم بالصيانة فتحصل مكافأة مالية أكيد بالختام حيدر باسم صباح خريج كالية الهندسة المعلوماتية بجمع السورية الخاصة نورتنا يا حيدر وأكيد شكرا إليك وليوجودك معنا لليوم وبالتوفيق لك بخطواتك القادمة بتوفيق لك حيدر وأكيد إن شاء الله هيك يا رب تكون قدوة لكل الشباب هلا ومزيد من التطورات والنجاح أهلا وسهلا